موسيقى كلا والقمر طب ليش القمر يعني ليش القمر كلا والقمر والليل إذ أدبر الآن والليل لحظة لحظة إدباره والصبح إذا أسفر إنها لا إحدى الكوبا هذا القسم طبعا إليه وجوه كثيرة أولا إيش علقة القمر بالعدد 19 لما أقسم فيه تذكر يا عمال جوز إنتناسي كنا ماشيين نكسدر في مكان ما من النقب فكنا أجرينا البحوث اللي حكنا لكم فيها بداخل النقب بعدين بقوله وبعرفش إذا ناسي بعده أو ذاكر إنه ما قال الله سبحانه وتعالى كلا والقمر إلا وللقمر علاقة بالعدد 19 علاقة طبعا بس هناك في داخل السجين ما كانش فيه مراجع فلاكية لما خرجت وبدأت أدرس القضية الفلاكية وإذا به موجود موضوع التسعتاش في موضوع القمر لأنه لاحظوا القسم بس المهم إيش إنه كان هذا اللي في الذهن إنه ما في قسم بهذا الموضوع طالما القضية المطروحة العدد 19 إلا معناته موضوع القمر إليه علاقة بالتسعتاش ومش بس القمر عافيك لا لاحظوا كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر برضو الليل والنهار هن علاقة الأرض بالشمس مش بالقمر علاقة الأرض والشمس بشيك جانب آخر واضح إنه التركيز هون التركيز هون على عالم الهداية ها فكرة في الآية في القسم لأنه القمر شو مهمته في الليل الهداية وهو أيضا النور اللي بيبدد الظلمة إيش الليل القمر والموضوع موضوع هداية وظلمات ظلمة الكفر ونور الإيمان ظلمة الجهل ونور العلم كلا والقمر والليل إذا أدبر شوف الليل عم بتكلم عن لحظة إيش إدباره لأنه في إدباره شو بيجي بيجي النهار إذن الكلام كله عن إيش عالم الهداية لأنه ممكن يكون في ظلمات كفر على فكرة أحيانا تكون في الأرض لكن دائما نور الهداية إيش يبدد هذه الظلمات وهو الأساس وهو الأساس لحظه لأنه لما تكلم عن الليل والليل إذ في لحظة إدباره معناته في لحظة إدباره شو بيكون صار نهار والصبح إذا أسفر لأنه أسفره بيجي إيش تدريجي فبتيجي إيه والدعوات على فكرة بهذا الشكل الدعوات إلى الله صلى الله عليه وسلم والرسالات تبدأ إيش بيبدأ لحظة إدبار الليل وإقبال النور والنور شو بيبدأ لأنه إحنا الآن في قضية برهانية إقامة براهين ربانية يبدو عبر التاريخ الماضي عبر التاريخ الماضي يعني ما وصل الأمر في درجة الظهور والتجلي في البراهين مثل ما إنه بدتكون في الأخير ليش؟ لأنه بيكون عندك براهين سابقة وأضيفت إلها البراهين القادمة اللي بنتحدث عنها والصبح إذا أسفر إنها معناته على فكرة حتى لو شفت أحيانا في ظلمات جهل وظلمات شرك وظلمات إلحاد وإلى آخره وتراجع في فهم الناس في الدين وإلى آخره بيجي لحظة الأصل الأصل إنه تبقى تبقى رسالة الله سبحانه وتعالى تقوم بوظيفتها حتى في الليل الدامس بتكون هي القمر اللي بيبدل للظلمة وتهزم الظلمة والأصل إنه هي كأسفار الصبح إيش يعني شوي 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 حتى في الأخير يصير إيش كل شيء واضح هذه القضية العدد التسعتاش إيش دوره إيش دوره طيب إذا كان المقصود إذا كان المقصود العدد التسعتاش فمعناته يفترض يفترض إنه تكون هذه الآيات مبنية في بنائها على عدد التسعتاش منطقها المقدمة إذا كان المقصود العدد التسعتاش يفترض هذه الآيات تكون مبنية على إيش على موضوع العدد التسعتاش الآن أنا اللي بدي أذكره هو مجرد تقريب للذين إنه التفسير اللي شفته إحنا فسرنا في أقرب بالمعاني لللغة بدون ما نبعد أقرب شيء وأظهر شيء والدليل عليه طيب نشوف الآن هل الآيات اللي متعلقة بصورة المدثر في إلها إشارات في التسعتاش بتقول أنا فعلا الحديث عن إحدى الكبر هي موضوع التسعتاش نشوف أولا من الآية واحد للآية تسعتاش ما أظنش تقولولي ليش تسعتاش لأنه شو موضوعنا من آية واحد للآية تسعتاش في صورة المدثر عندي سبعة وخمسين كلمة الآن راح يتضح شوية إيش سبعة وخمسين هاي بعد شوية سبعة وخمسين طبعا المضاعف الثالث للعدد تسعتاش تسعتاش ضرب ثلاث شو يساوي سبعة وخمسين بس بد أبين سبعة وخمسين لقدام شوية طبعا طب من بداية سورة المدثر اللي عند قول الله سبحان تعالى عليها تسعة عشر كمن كلمة خمس وتسعين إيش يعني خمس وتسعين تسعتاش ضرب خمسة المضاعف الخامس للعدد تسعتاش طب خليها صدف هذه نشوف الآية الطويلة اللي بتشرح العدد تسعتاش وما جعلنا أصحاب النار إلى آخرها سبعة وخمسين كلمة سبعة وخمسين كلمة إذن هذه الآية التي تبين العدد تسعتاش قد أول تسعتاشر آية في عدد الكلمات شوفوا الآن شو احتمال الصدفة الآن شو احتمال الصدفة أستنفش في القرآن كله آية قد تسعتاشر آية ولا قد عشر في عدد الكلمات وهي مقسوم قسمين الآية فكرة بدأ قراركم الكسم الأول قلوا لي إنه هو الكسم الأول ولا لا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أتوا الكتاب ويزداد الذين أمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أرد الله بهذا مثلا؟ أنتم شعرين إنها القسم أول أو لا في الآية؟ بعدين بيجي تعقيب كذلك بيجي تعقيب بشكل هذا أول الأول هذا لقراءة القمية ثمانية وثلاثين تسعتاش در بثنين الآن التعقيب التعقيب الآن كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنوة ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى البشر تسعتار إذن ثمانية وثلاثين والتعقيب تسعتار والمجموع سبعة وخمسين تسعتاش در بثلاثين قد أول تسعتاشر آية عفوكا طيب ليش ضرب ثلاثين؟ لأنها بدت تشرح بدت تشرح الآية عليها تسعة عشر عليها تسعة عشر قد يشها دور؟ ثلاثين في تسعتاش؟ سبعة وخمسين لاحظوا الآن بعد هذه الآية لآخر المصحف فيش ولا آية عدد كلماتها تسعتاش أو مضاعفة طيب لاحظوا نجل الحروف الآن نجل الحروف من بداية صوت المدثر لعند عليها وقبل ما يقول إيش تسعة عشر تسعة عشر عليها حرف الألف هذا عارفين؟ إيش ترتيبه في السورة؟ إيش ترتيبه في السورة؟ هو الحرف تلاثمية واحد وستين مش مضاعفة تسعتاش تسعتاش ضرب تسعتاش كمان مالا عليها أيوة ما عليها؟ تسعتاش ضرب تسعتاش تسعتاش كم؟ 365 365 365 بذكركم في إيش؟ عدد أيام السنة لما انتهت الآية وكان في الكلام كلا والقمر والليل إذ أدبر آه عندما الآن دقكم آي عندما يدور القمر والأرض معا حول الشمس تسعتاش اثنين يرجع للنقطة نفسها أنت تكتشف أن هذا لا يكون إلا كل تسعتاش سنة مرة أوضح أوضح هاي الشمس هاي الأرض طب وين القمر؟ هاي القمر القمر الأرض الشمس هذه الإحداثية لا تحصل إلا كل تسعتاش سنة مرة هاي هون القمر وهون الأرض وهون الشمس هذه الإحداثية لا ترجع إلى النقطة نفسها إلا كل تسعتاش سنة مرة يسموها الدورة الميتونية وصاروا يسموها في الكورون الأخيرة الدورة الخصفية دقكم آي الآن طب الآية تسعتاش شو جمالها؟ آه ألف واربعة وعشرين آه في سلطة المدثرة إنه فكر وقدم شوفوا الآن تسعتاش فاكتل كيف قدر يخي رب بيته كيف كيف قدر هذا ما وصلش؟ شوفوا ها هذه ألف واربعة وعشرين عدد حروف سورة المدثر وحنا سبق قلنا الجمل يطاء كل حرف من حروف أب جد هو سقيمة عددية عند العرب قبل الإسلام وكثير الآن هذا وراء أسرار الجمل ها معناته لحظة معناته ولا ممكن إنه الكلام معناته عن العدد وإلا ليش مرتب بهذه الطريقة شوها الصدفة الآن تنفتح أبواب قاعدة تنفتح أبواب لقدام شوي راح يكون حج على كل البشرية وتخضع لها كل الأعناق والغريب في المسلمين إنهم لو كان هذه القضية لو ظهرت في اليهود أو عند النصارى في كتبهم كان سخروا المليارات من أجلها مشان يقنعوا البشرية بينهم بس المسلمين يا سبحان الله لأنهم يأدوب طلعوا من مرحلة التخلف هم قاوموا المسألة أولا قاوموها ولكن المقاومة مرات إلها إيجابيات شو من إيجابياتها؟ إنه أنت مش أي شيء يطرح من أولها تقبله لابد أن يثبت نفسه تفهموها؟ خصوصاً لما يكون بمس إشي مقدس زي القرآن بمس إشي مقدس زي القرآن الأصل التحفظ ثم التحقق وعدم قبول الأمر إلا بالميزان فالمقاومة أنا مقبلها منع ماجه اشتركوا في القناة